اشتركوا في القناة قوميدي اتعرض على شبكة هولو في ابريل 2019 واسمعنا في وقتها عن ان المسلسل بينال قدر من الاهتمام من المشاهدين وبعد كده نال تكريم اكبر بانه حصل على ترشح لجهزة افضل ممثل لبطل ورامي يوسف في الجولدين جلوبز وبعد كده نال اهتمام اكبر واكبر لما فاز بالجهزة دي بالفعل وده انجاز مهم على حجم المسلسل على تاريخ الممثل وبالنسبة لنا احنا طبعا لان رامي من اصول مصرية رامي يوسف وساعتها حسنا بنفس الانجاز اللي دايما بنحسه لما اي حد مصري بيعمل اي انجاز من اي نوع يعني سبكم من الحاجات بتاعت محمد صلاح والكلام ده انا بتكلم على انك لو انت مصري وسمعت ان فيه واحد مصري كسب في بطولة عالمية في كرة الريشة مثلا صباحا الانفجار اللي في الدنيا رغم ان انا شخصية لما بتفرج على كرة الريشة داي بتخيل ان النقطة بتاعتها عمرها ما حتنتهي مش مهم افهم مش مهم اتواصل مش مهم اتفرج المهم مش اجدعه بس وللامانة عبري في حياتي ما عوزت ان انا عاوز اشوف المسلسل مش عارف ليه من غير اسباب واضحة الا مؤخرا لما اطلعت على بعض التويتات والتغريدات لرامي يوسف وللامانة استتقلت دمه شوية بصراحة حسيت النور وبعدين قلت بص معلم انت برافو عليك انت جميل انت جامد بعيد عني مش عايز اشوف المسلسل فاضطر ان انا ما حبكش يعني ده كان احساسي وقتها لغاية لما في الظروف الحزر اللي احنا فيه دوت انا عندي روتين يومي بقعد اشتغل تقول اليوم باخد بريكس بس في الاوقات اللي او اس ان على كوميدي سنترل بتزيع كل يوم حلقتين من فرانس وفي يوم حاولت اخد البريك بتاعتي واقوم لقيت فرانس شغالت فرقت وبعدين لصدمتي العصبية اكتشفت ان دي الحلقة التانية مش الحلقة الاولى فوجدت نفسي امام نص ساعة مفيش حاجة اعملها فيها فلاقيت رامي في وشي لانه برضو بيتزعل اقوى اسان فضربت حلقة وبعد كده قررت ان انا عاوز اشوف المسلسل كله والمسلسل كله عبارة عن عشر حلقات كل حلقة اللي هو الموسم الاولاني يعني عشرين ديئة 22 ديئة 25 ديئة فانا خلصته في يومين وما حستش ان هو حمل علي لانه حقيقي رغم انه مسلسل او انه موسم محمل بحاجات كتير قوي ولكنه خفيف على القلب حقيقي يعني المسلسل بيدور عن اسرة مصرية مهاجرة لامريكا عايشة في نيو جيرسي وتركيزها الاساسي على الابن الاكبر في الاسرة دي اللي هو رامي رامي شاب مسلم عايش في نيو جيرسي بيحاول يتمسك بالتقاليد الاسلامية بناء على قناعة شخصية لان هو فعلا مؤمن وعنده اسباب لإيمانه ده رغم انها اسباب ممكن ما تكونش تقيلة قوي او لها وزن كبير قوي ولكنها موجودة ولكنه طبعا عايش في وسط مجتمع مليان اغراءات ضد القناعات اللي هو بيحاول يتمسك بيها وفي نفس الوقت القناعات اللي هو بيتمسك بيها داية موجودة داخل اسرة وداخل مجتمع صغير داخل المجتمع الكبير اللي هي الجالية المصرية او الجالية المسلمة جوة نيو جيرسي شخصيا مليانة قدر كبير جدا من التنقضات ومن التضاربات وما بين ناس بتقول حاجاته بتعمل عكسها وامور زي دي ففي كل مرة بيحاول ان هو يتمسك بقية معينة بيقع في فخ معين بيخليه ياخد طريق مختلف وبنعيش معاه في الصراع دا بالاضافة الجوانب اخرى من الصراع اللي هو عيشها كل يوم متعلقة بسنه متعلقة برغبته في ان هو يبقى بيعمل الحاجة اللي هو بيحبها متعلقة بان هو يقدر يلاقي العلاقة اللي هو حابب يكمل فيها والامور دي كلها والاحداث بتستمر على هذا الاطار المسلسل رغم ان هو بيدور عن شخصية وعن موضوع انا شخصيا عمري في حياتي معيشتهم ولكني قدرت ان انا اتواصل معاه بسبب وقعيته الشديدة في نقل الصراعات اللي احنا بنقابلها كل يوم من خلال طريقة كوميدية لان احنا كتير من المواقف اللي احنا بنمر بيها مواقف كوميك مواقف ما هيش حقيقية يعني فيه شخصيات كتير بتتصرف وبتتكلم بطريقة مش وقعية ولكن الخطاب اللي بيتم تبادله والمواقف اللي الشخصية بتتحط فيها تبان حقيقية جدا وبتعكس النقطة الاساسية اللي احنا كلنا كعرب وكمسلمين في المجتمعات المعصرة بنمر بيها او بنعاني فيها بالتحديد انا لما كنت اصغر سنا شوية وكل الناس اللي عرفهم تقريبا رغبتهم في انهم يتمسكوا بالقيم والتقاليد والامور المتعلقة بقناعتهم الدينية والعقائدية في وسط مجتمع محمل بالتناقضات وبالنفاق في الدفاع او التشدد او مخالفة القيم دي رغم ان احنا كلنا في الصورة بنطلع مبتسمين ده حاجبني جدا 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 خصوصا في ان طريق التناول المسلسل بتاعتها ما تمتش بطريقة مقحمة او بطريقة مفروضة المسلسل عموما اقاعه مش 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 زي مسلسلات كوميديية كتير شفناها قبل كده لما بنتري بموقف معين واحنا عارفين ان الموقف دوت لازم حينتهي نهاية غير متوقعة عشان الكوميديا تطلع ولكن الدنيا ما بتبقاش مفاجأة اكتر من اللازم مش هتحس انك هتموت على نفسك من الدحك مش هتحس ان الموقف دوت مستحيل يحصل الامور كلها زي ما تكون ويف لاين كده الطلوعات والنزولات بتاعتهم ما بتعديش اول خمس ست سطور من فوق ومن تحت ما فيهاش امور جنان فيها موقف او اتنين عشان بس الاحداث بتاعتنا تفضل مطيرة للاهتمام ولكن عموما الدنيا بتدور في اطار واقعي جدا وفي اطار بيتناول الاوجه المختلفة للشخصية بتاعتنا لان الصراع العقائدي او الصراع بتاع انا واحد مسدق حاجة ونفسي اتمسك بيها ولكن مش قادر اعمل ده في وسط المجتمع اللي انا عايش فيه ده مجرد وش من الوشوش اللي احنا بنمر بيها الوش اللي ليه علاقة بالعلاقات بتاعته مهمة جدا بصدقاته مهمة جدا بنجاحاته العملية يعني احنا ما بنتكلمش على ان امام شخصية بتعمل حاجات على مدار 18 ساعة ولكن في الامور اللي ليها علاقة بالموضوع بتاعنا بس اللي بنبص عليها احنا بنبص على حياته بالكامل بنبص على تعاملاته مع اصدقائه كل يوم والنصائح المتضربة والمختلفة اللي عملات جيله منهم بنبص على العلاقات اللي بيحاول يمر بيها وبيحاول يدخل فيها سواء مع بنات مسلمين او مصريين او امريكان او كل اللي انت ممكن تتخيله بنشوف حياته العملية وبنشوف قد ايه هو عادي ودي برضو مهمة جدا في نقل نقطة الواقعية ان رامي شخصية عادية جدا ما هواش ولد مصري مسلم عايش في امريكا عنده زكاء خارق اطلاقا ما هواش ولد مصري مسلم البنات كل لاحت الجنن عليه اطلاقا ما هواش ولد مصري مسلم عنده نوع من انواع التحديات الجسدية اطلاقا عادي جدا 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 في نفس درجة التوهان اللي احنا كلنا فيها وده ممكن يكون في بعض الاحيان بيأثر على الاقاع على الاقاع سلبيا لان المسلسل بينتهج النهج اللي شبه مسلسل جيرلز شويتين بتاع الشخصيات العادية جدا اللي حواليك في كل حتة لدرجة انك في اوقات كتير بتتمنى ان في حاجة اكبر من كده شوية تحصل ان الدنيا بتكسر الاقاع بتاعها شويتين الصورة العامة بتاعت المسلسل مضلمة شوية تخفيضا للنفقات الكلوزوبس كتير الكادرات اللي احنا بنتكلم عليها في اوقات كتير بتبان زي ما تكون كلاستروفوبك رغم انها بتدور في اماكن كبيرة ده مفهوم على مستوى الانتاج ولكن لما داين ضملوا الهدوء العام في الاقاع والامور العادية جدا في الشخصية في بعض الاحيان رغم اسر عدد الحلقات ورغم اسر زمن كل حلقة بتحس انك نفسك حاجة تحصل شويتين ده مش تحفص كبير قوي مفهوم جدا خصوصا واحنا بنتعامل مع مسلسل تصنيفه في الاساس كمسلسل كوميدي ممكن يكون ضلم شويتين لانه كوميدي لانه بيعتمد على ان في مواقف ضحكة كتيرة ولكنه مسلسل جد جدا ما نقعش بسرعة في الفخ بتاع المسلسلات اللي موجودة لمجرد الضحك حتى لو كانت بتحمل قيمة معينة او في اخرها بيطلع بانش لاين معين يوصل لك رسالة رمي مش كده رمي مسلسل بيتناول موضوع جد جدا موضوع لو خصصت له وقتك خصوصا لو انت شخصية شبه الشخصية الرئيسية بتاعتنا ممكن تقضي اغلب الاوقات متعاطف او حيران او بتفكر او بتشغل موخج في دحك طبعا في مواقف كوميدي موجودة في نكت حلوة جدا ومتعلقة جدا ومرتبطة جدا بالصراعات اللي احنا تكلمنا عليها دي كلها ولكن مفيش مرة تضحك بيبعاك حيوصل معاك لدرجة الها على الاقوي الا لو اضطرت ان انت تفاكت يا الا لو اضطرت ان انتو تتصنعوا الضحك شويتين لكن في العادي برضو الموجة بتاعت الدحك ما هيش مرتفعة قوي وده مش لتقل دم النكتة ولكن لانها نكتة حقيقية موجودة في العالم الحقيقي محتاج تفكر شويتين قبل ما تشغل نفسك بحتتحك امتى وقد ايه الاوجه المختلفة للشخصية بتاعتنا دي عجبتني جدا وكانت لفتة نظري على المستوى المعاصر لغاية لما اكتشفت في الحلقة الرابعة ان المسلسل عنده خطط ابعد من كده شوية لان الحلقة الرابعة مخصصة لشخصية رامي لما كان طفل وقت حدوث احداث احداث الهجمات الارهابية بتاعت امريكا وبنشوف الولد الصغير ده ازاي حاجة زي كده اثرت في تكوين شخصية والحلقة الرابعة في تقدير الشخصي هي افضل الحلقة في المسلسل كله هي حلقتي المفضلة عجبتني جدا 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 والولد الصغير اللي انا بدور رامي هايل حقيقي ممتاز رغم ان شخصية رامي يوسف شخصية مش موجود في الحلقة دي لو انا فكر صح تقريبا مش موجود خالص بس حقيقي النارتف بتاع الحلقة ممتاز جدا في حوار تخيولي جوا الحلقة من ابدع ما يمكن حقيقي ممتاز جدا 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 تحية كبيرة للقائمين عليه على مستوى الفكرة وعلى مستوى الكتابة وعلى مستوى الاخراج وكل حاجة فيه وبناءا عليه اكتشفنا ان شخصيتنا كمان ليها تاريخ مرسوم يسهل جدا ان احنا نتعلق بيه ونتفهمه نخش بعد كده لبعد اضافي بيضاف من خلال الحلقة السادسة والسبعة لان الحلقة السادسة مركزة بالكامل على اخته والحلقة السابعة مركزة بالكامل على امه فبناءا عليه مسلسلنا غني قوي على قد ايه انا عمال اقول ان عندي بعض التحفظات على بعض اللحظات في اقاعه على بعض على بعض الاولويات فقد ايه هو عاوز ينقل درجة الواقعية في اللي بيحصل ولكنه غني غني جدا وفي العشر حلقات دول حصلت حاجات كتير كان نفسي اشوف حلقة مركزة على شخصية القب فاروق اللي بيقوم بدوره عمر واكد وعلى فكرة عامل اداء تمثيلي على المستوى الجاد وعلى مستوى الكوميدي اللي انا طول عمري عارف انه هو موجود عند عمر واكد واللي قل ما كنا بنشوفه في الاعمال اللي اشتغلها في السينما المصرية عمر واكد ممثل تقيل اوي 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 وخسارة كبيرة اوي 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 ان يكون بتحصل حاجات تحرمنا منه يعني انا بحبه جدا ومبسوط ان انا هشوفه في الموسم التاني من مسلسل رامي لان الموسم التاني تم التأكيد عليه خلاص والقيم التمثيلية الكبيرة دي لما بنفتقدها بيبقى شيء يزعع على الحقيقة يعني المسلسل كله على مستوى التمثيل ممتاز رامي يوسف ممثل جيد جدا 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 ومستعد ان انا غير رأيه في موضوع ان التويتات بتاعته كان دمها تقيل ديات لانه حقيقي ممثل كويس ممثل كوميدي كويس ممثل كويس وكوميديان كويس اه اخته انا للاسف مش عارف اسم الممثلة ما لحقتش ان انا اسجلها مية قلماوي لو انا فكر صح واسف لو غلطان مركزتش اوي ممثلة ممتازة جدا هيامعة بس قيمة قيلة يعني وبعدين صاحبتي انا قابلتها مرة يبقى صاحبتي بس خلاص يعني فالمسلسل تمثيليا كمان كويس جدا الحلقات اللي مش مفضلة بالنسبة لي هما الحلقتين الاخيرتين في الموسم لان الاحداث بتنتقل فيهم لمصر وهنا التناول الكوميك التناول الهزلي بتاع بعض الاحداث بينتقل من صفحة لصفحة تانية خالص ومقدرش اقول ان ده عجبني ايه هما الصفحتين الصفحة الاولى اللي هما التمن حلقات الاولانيين كانوا بيتكلموا عن تناقضات وعن صراع في مجتمع احنا ما نعرفش عنه حاجات كتير وكان بيكشف الغطاء على شيء عمره في حياته مكان معلن فبناءا عليه التناول الهزلي كان مرحب به لانه بيعلمك حاجة وبيتريق عليها في نفس الوقت وده كان شيء جميل في الحلقتين الاخيرتين التناول الاكثر التناول الهزلي الاكثر كان على الاشكال النمطية بتاعت المجتمع المصري الرغيين الطماعين اللي بيدخلوا في شؤون الغير اللي عندهم بعض الاراء المختلة سياسيا واجتماعيا وحاجات زي كده الصراع بتاع الاجيال الشباب اللي عاوز ينطلق التضارب بتاع احداث الثورة الحاجات دي كلها ده شيء معروف ده شيء نمطي ده شيء تخطى مرحلة ما هو حقيقي وما هو مستخبي لدرجة انه بقى مبتدل او مبتدل انا مش حقيقي مش بتلخبط في المبتزل دي برضو مش عارفها بالزين ولا بالزيل عادة بدور على جوجل يا جماعة في الحاجات دي لما بيجي اكتب سكريبت عشان في اللحظة بتجري مني فدلوقتي انا بتكلم من غير سكريبت فمعليش سامحوني بقى على شوية غلطات كده ممكن او لا وحتى هذه اللحظة وانا عارف ان هذه بالدال ولحظة بالضاء معرفش ازا كانت مبتزل بالدال ولا بالزين احنا دخلنا في موضوع تاني خلينا نركز في موضوعنا فبناءا عليه التناول الهزل بتاعها ما كانش فيه اضافة وكان رتيب قوي رغم من الحلقتين فيهم اضافة كبيرة على التناولات اللي احنا مرينا بيها للشخصية والتاريخها واللي هي بتمر به مسلسل رامي مسلسل خفيف مسلسل مهم المسم التاني بتاعه قرب فرصة كبيرة للناس انها تلحق تتفرج عليه انا تقييمي ليه تمانية ونص من عشرة والدرجات اللي نقصة بسبب التحفظات اللي انا قلت عليها وسعيد جدا ان انا مش هستنى كتير عشان اشوف المسم التاني لان لو الامور مشيت كويس ان شاء الله احنا مستنينه في مايو واتمنى ان شاء الله ان هو يجيلنا على او اس ان سريعا. الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة يا ريت اعملوا سيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا بجرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو وبي باي.